ومن بيروت ينضم إلينا العميد ناجم لاعب الخبير العسكري اللبناني سادة العميد يعني برأيك هل يمضي الجيش السوري في عملية عسكرية في دوما أم أنه ما زال بالفعل في انتظار رد جيش الإسلام طبعا القصف على دوما لم يتوقف حتى ضمن المهلة التي وضعها الجيش السوري أمام هؤلاء لمدة ثلاثة أيام وإلا سوف يقتحم المنطقة ما زال القصف موجودا وبشكل عنيف بالطيران والمدفعية ولم يعطى جيش الإسلام أي فرصة للمفاوضات أو الوصول إلى نتيجة وبالتالي المتوقع مزيد من العمل العسكري ومزيد من الشروط التي طبقت على حرستة وعربين وجوبار لماكن وسطة والجنوبية من الغوطة الشرقية هي نفس الشروط التي سوف تفرض على دوما يحاول جيش الإسلام ابقاء عناصره ابقاء بعض السلاح ابقاء الأهالي تحت أي ذريع سيادة العميد يحاولون ابقاء كل هذه الأشياء؟ هل لكونهم من أبناء المدينة؟ طبعا عندما يخرج حتى الأسبوع الماضي العدد الذي أحصي حتى الأسبوع الماضي 105 ألاف إرهابيين هؤلاء هل كانت هذه المنطقة تحوي 350 ألف إرهابي؟ ما يجري هو تغيير سكاني هو تغيير ديموغرافي هو تهجير بشكل كامل لكل المكونات هذا الشعب من هناك حتى الشمال السوري يعني والسكوت عن ما يجري في عربين التي يغادرها أهلها بشكل جماعي وبشكل كثيف كل هؤلاء الأهالي يغادرون هؤلاء إرهابيون ما يحاول جيش الإسلام ابقاءها الأهالي وابقاء أبناء المنطقة وعدم تسليمها الإيرانيين والأفغان والعراقيين وبعض المقاتلي حزب الله في حال إذا تمت بالفعل هذه العملية العسكرية وصار السيناريو بهذا الشكل تبعات هذه العملية على أوضاع المدنيين هل هناك تأمين لخروج المدنيين؟ وهل سيسمح المسلحون بخروجهم؟ يبدو أن ما حصل في جنوب الغوطة الشرقية وفي وسطها بعد أن اقتسمت إلى ثلاث مناطق هو ما سيحصل في شماليها وإخراج عموم الأهالي والأهالي سوف تخرج ليس خوفا من المسلحين الموجودين في الداخل بل من المسلحين الذين يدخلون إلى المناطق التي يحررها الجيش السوري يدخل ويمارسون الأمن السوري والجماعات الحليفة يمارسون إرهابا قويا على الأهالي وعلى من تبقى ويعتقل من يعتقل ويضعون بالسجون عمليا هذه حالة إفراغ ديموغرافي ستطال كامل المنطقة وهؤلاء المدنيون اليوم نقلوا إلى حماه ومن بعدها إلى إدلب ولست أدري إذا كان سوف ينقنون إلى عفرين أو إلى تل رفعت هناك يجري بالشمال السوري يجري عموما أحداث تقودها تركيا لا أحد يتكلم عنها هناك قبة باط لتركيا أن تفعل ما تشاء هناك كلام جديد للرئيس الأمريكي أننا سوف نخرج من سوريا بشكل قريب يعني أن هناك ورقة أمريكية سوف تسلم لتركيا كاملة ولإعادة شراء تركيا من إيد الروس وعمليا الشمال السوري هو المنطقة الجديدة التي سوف تكون بعد دومة وبعد الغوطة منطقة قتال ما بين الدولة السورية وما تبقى لاحتلال التركي الجديد اشتركوا في القناة